إلى سطح منزله في محافظة جرش يتوجه رعد لعتوم المواطن الأردني لمرة واحدة كل شهر لتنظيف ألواح الطاقة الشمسية والتي قام بتركيبها عن طريق جمعيات خيرية لتخفيض فاتورة الطاقة الشهرية لتوفير بعض المال لأسرته كانت توفر قيمة الثلاثين من قيمة المالية للفاتورة يعني معدل 50% من قيمة فاتورتي بعدين بسبب ارتفاع قيمة الفاتورة من نهاية العام الماضي ستوفر تقريبا نصف فاتورة القيمة 40 دينار ستوفر تقريبا 20 دينار شهريا بإضافة لأنه 220 دينار سنويا مبلغ ممتاز يعني نوعا ما بغطي جزء من مصاريف عند المنزلية أكثر من ثمانية آلاف مستفيد في البلاد من برامج وزارة الطاقة وصندوق الطاقة المتجددة لتركيب ألواح الطاقة الشمسية ضمن مراحل الانتقال السلسي إلى الطاقة المتجددة أكثر من ثمن تلاف منزل لليوم وصند للأسر الفقيرة وقمنا بتركيب لهم أنظمة سخنا الشمسية وخلايا الشمسية تهدف إلى أحداث أثر إقصاد واجتماعي مباشر عليهم وطاقة المتجددة اليوم من الشمس والرياحية إلى نصيب الأسد لكن أيضا نبحث عن تكنولوجيا أخرى ليست فقط المنازل وحدها من لها حصة في خطة استغلال الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء فالعديد من الجامعات والمستشفيات والمساجد دخلت على خط استغلال الطاقة النظيفة لتخفيض فواتير الطاقة الباهضة لديها في بلد يعتمد على الغاز المستورد من الخارج لتوليد طاقته الكهربائية تواصل جهات رسمية دعمها عملية الانتقال السلسي نحو استخدام الطاقة النظيفة في الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية إضافة لثمانية آلاف منزل للفقراء ودويد دخل المحدود في مختلف المحافظات الأردنية حيدر العبدالي الحرة عمان